السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم في درس جديد من دروس تعلم اللغة الإنجليزية هذا الدرس إن شاء الله سنخصصه لأفراد العائلة إذن فلنبدأ على بركة الله لدينا في البداية اختصارها يعني الجد اختصار الجدة اجداد وتقال في صيغة الاختصار أب أباء أو الوالدان brother 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 الأخ sister sister الأخت brothers إخوة الجمع brothers إخوة sisters أخوات sisters sisters لدينا كذلك uncle وتعني العم أو الخال أو زوج العمة أو زوج الخالة uncle 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 aunt 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 العمة أو الخالة زوجة العم أو زوجة الخال aunt aunt cousin 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 granddaughter 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 حفيدة granddaughter حفيدة husband 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 زوج husband wife 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 زوجة wife wife nephew 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 تعني ابن الأخ أو ابن الأخت nephew nephew niece niece ابنة الأخ أو ابنة الأخت ابنة أخت الزوجة أو ابنة أخت الزوجة بالنسبة للزوج niece niece son-in-law 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 زوج الإبنة يعني زوج ابنتي أقول my son-in-law daughter-in-law daughter-in-law زوجة الإبن daughter-in-law brother-in-law brother-in-law يعني أخذ زوج بالنسبة للزوجة وأخذ زوجة بالنسبة للزوج وكذلك زوج الأخت نقول brother-in-law sister-in-law sister-in-law زوجة الأخ كذلك أخت الزوج بالنسبة للزوجة أو أخت الزوجة بالنسبة للزوج sister-in-law father-in-law father-in-law الحمو يعني أب الزوجة أو أب الزوج mother-in-law mother-in-law الحمات يعني أم الزوجة أو أم الزوج بالنسبة للزوج أو بالنسبة للزوجة step father step father step father يعني زوج الأم step mother step mother step mother زوجة الأب step son step son step son ابن الزوج ابن الزوجة step daughter step daughter step daughter ربيبة ابن الزوج أو ابن الزوجة step brother step brother أو half brother step brother half brother أخ غير شقيق أو أخ في الرضاعة step sister أو half sister step sister half sister يعني أخت غير شقيقة أو أخت في الرضاعة نتوقف هنا شكرا على المشاهدة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته